بس هو عانيت في اختياراته شوية يعني هو مصمم على اختياره في حاجات مؤقنة كده يعني مثلا على سبيل مثال اتنين لعيبة في الزمالك يعني انا شايف ان طارق حامد كان احق مثلا من امام عشور نعم في الانضمام في الفترة دي كارتكام ده الهدف يعني النهاردة مثلا يثبت مثال ان هو بيلعب بالاربعة اتنين احنا اتكلمنا ان هو بيلعب اربعة تلاتة تلاتة النهاردة بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بص افشا فين والسلية وحمدي فاتحي حمدي فاتحي والسلية اتنين ارتكاز وقدامه افشا افشا لعبها جميلة جدا ضربة راس السست زهبي لأحمد ياسر ريان فده بنورح لكم طريقة اللعب يعني اربعة اتنين تلاتة واحد المتش المباراة اللي فاتح كان بيلعب اربعة تلاتة تلاتة فلسه هو عنده حتة الايه الراب كدي شوية او الزبزبة مش مستقرة على التشكيل يعني وبرضه بيدي فرص يعني السلية حمدي فاتحي بيدي الافشا ما كانش بياخد اول مرة اخيرا يديله احمد ياسر ريان برضو جناح هو اللي كان عامل النهاردة عدم ايجادة في التشكيل من وجهة نظري في طريقة اللعب احمد ياسر ريان ومحمد شريف ومروان حمدي بيلعب بتلاتة راسات حربة كتير اوي كتير يعني تلاتة راسات حربة في التشكيل مش لازم الجناح يعني محمد شريف آه بيلعبها في بعض الوقت ولعبها في أمبي بس برضو مش قوي يعني مش جامد قوي فيها في حتة الجناح برضو أحمد ياسر ريان ملعبش جناح خالص مروان حمدي أصلاً مش المهاجم اللي حيفتح لك مساحات عشان الناس دي تيجي من تحته فكان فيه نوع من عدم التوليفة يعني الجيدة ده دور حمدي فاتحي في الهدف حمدي فاتحي أحسن لعيب منتخب مصر في المطشين الأخار بصراحة حمدي فاتحي دوره في استعادت الكرة الثانية مهم جداً في المباراة اللي فاتت اللي قدام أنجولا نزل لغير لك الشكل المطشين ده برضو دور مهم جداً في استعادت الكرة الثانية هو هو اللي قطع الكرة ويلعبها الأفشة كنا احنا حسبين المسافة قطعها ويلعبها الأفشة بشكل ممتاز يعني